اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا هناك من جميل اليوم في التلفزة طبعا كلمة بيه نقول سي بيه يعني جيد في حالات اخرى نتكلم عن لو بيه لو بيه يعني الخير او التروى او المال طبعا كلمة بيه عند معاني اخرى اذا نتكلم هنا عن ماذا هناك من برامج جيدة على التلفزة قسك ситу اذا ما هناك من اليوم بالك تلوف ان تتستطع كلمة بيه كان ينستطع كلم ان تتستطع ان تتمكنك على الان اخرى إذن لاحظ الفرق ثم نقول ماذا يمكنك أن تقول في حالة الكلام عن شيء مذكر أحيانا نقول مثلا يمكنك قول حقيقة ممكن أن نقول يمكنك قولها دون أن نذكر كما لو نتكلم عن شيء ما مذكر تيبا لدير يمكنك قولها أو كما عندنا هنا تيبا ملدير يمكنك قولها لي تيبا للوي دير يمكنك قولها له يمكنك قولها له أو يمكنك قولها له تيبا للوي دير إذن معي أنا تيبا ملدير يمكنك قولها لي Je n'ai pas mes lunettes Je n'ai pas mes lunettes Les lunettes المقصود بين les lunettes Je n'ai pas mes lunettes Les n'ai pas mes lunettes Les n'ai pas mes lunettes Bien sûr grand mère Tu veux regarder quel chan Bien sûr grand mère طبعا أو بطبيعة الحال طبعا في الترجمة نقول بطبيعة الحال ولكن عندنا هنا bien sûr كما نقول بالتأكيد أو بتأكيد جيد نقول مثلا جسوي سور يعني أنا متأكيد جسوي سور يعني أنا متأكيد بان سور كما نقول بتأكيد جيد المقصود بالتأكيد grand mère جدتي هنا عندنا الجدة بان سور grand mère كما لو يقول القائل بان سور ma grand mère بالتأكيد جدتي ولكن ماذا يقولون بان سور grand mère بالتأكيد يا جد كما لو نقول tu veux regarder quel chan أنت تريدين أن تنظري أي قناة المقصود أي قناة أنت تريدين مشاهدتها tu veux regarder quel chan tu veux regarder quel chan أنت تريدين tu veux أنت تريدين أو أنت تريد في حالة الكلام مع شخصين مذكر tu veux regarder quel chan أنت تريدين مشاهدت أي قناة إذن ماذا ستقول الجدة بان تي سي بيان بان تي سي بيان كم مو جو رغار تجور لأ تي فا بان تي سي بيان كم مو جو رغار تجور لأ تي فا إذن كما لو تقوله جيد أو إذن تي سي بيان أنت تعرف جيدا أو أنت تعرفين جيدا عندنا لذارب صفوار لذارب صفوار يعني عرفة تي سي بيان أنت تعرف جيدا كم مو بأن أنا المقصود بأنني جو رغار تجور لأ أنا أنظر دائما او انا اشاهد دائما رائن واحدة الواحدة كما نقول تأفا التي هي تأفا انا اشاهد دائما قناة واحدة رائن الواحدة تأفا التي هي تأفا جيد اذا سأبدأ بإنسير أمريكان اذا الابن هنا سيقول لجدته ماذا هناك من براميج اذا سأبدأ هو سيبدأ سأبدأ كما لا يقول هنا هو سيبدأ ولكن ماذا قال اذا سأبدأ المقصود هذا الذي نتكلم عنه سيبدأ اذا سأبدأ بإنسير أمريكان اذا سيبدأ بالسلسلة أمريكية البرامج ستبدأ بسلسلة أمركية سا سappelle لدولار سنت أترنال سا سappelle هذا يسمى المقصود لسيري سappelle المقصود بأن السلسلة أو المسلسل يسمى سا سappelle هذا يسمى لدولار سنت أترنال الدولارات هي دائمة أو خالدة نقول أن شيء إن بأنه أترنال يعني أنه خالد ودائم ولا يموت سا سappelle لدولار سنت أترنال هذا يسمى الدولارات هي خالدة المقصود هنا بأن الأموال خالدة كما نقول إذن عندما نقول الدراهيم خالدة أو الدراهيم لها بارقها إذن نتكلم عن المال بأن له بارق سا سappelle لدولار سنت أترنال إذن هذا يسمى المقصود بأن هذه السلسلة عنوانها لدولار سنت أترنال الدولارات خالدة المقصود بأن المال خالد إذن ممكن أنهم لا يعرفون إلا الدولار كمال طبعا سيستعملون كلمة دولار مكان المال بعدها تُيَا أَمَاتْتِي بُوكْسِ تُيَا أَمَاتْتِي بُوكْسِ إذن بعدها عِنْدَكِ تُيَا عَدْنَا لَوْرَبْ أَوَعَرْ تُيَا كما نقول او نقول تُيٰ أُوْرَبْ أنت أو أنت عندك أو عندك خمس سنوات أنت سينقون كبير أنت سينقون أنت أو أنت عندك خمس سنة أو نقول أنت عندك مال أنت عندك مال إذا نتكلم عن عندك كمال وأنك تملك طبعاً لدينا الوظهر بالأفوار يفيد هذا الأمر الوظهر بالأفوار يفيد الملكية عندما يأتي بعد ذلك اسم تيا أماتش أنت عندك مباراة دو بوكس للملاكمة إذن بعد هات السلسلة سيكون لك ستكونين مع موعد مع مباراة للملاكمة تواكي أدعصة أنت التي تحبين هذا المقصود أنت تحبين هذا إذن هو سيكون لكي تواكي أدعصة أنت التي تحبين هذا طبعاً عندنا الوظهر أدعي أدعي كل شيء أدعي كل شيء يعني أنك تحب شيئاً أو تحب شخصاً تواكي توريقالي أنت غاد زردي أنت ستكون عندك الزردة طبعا له ذهب المقصود بها أنك توليم أو تقيم وليمة أو تتلدد بالأكل عندما نقول مثلا المقصود أنك تقيم وليمة أو أنك تتلدد بالأكل طبعا الإبن عندما اتطلع على برامج التلفز ماذا قال لها بعد أنك لقاء ملاكما توكي أدوصا أنت التي تحبنا هذا أنت ستتلددين أو أنت ستوليمين كما لو أنها ستكون عندك وليمة ماذا لك البرامج التي تحبناها إذن ماذا قال لها نعيد هناك بطن أو هناك برنامج هنا عندنا بطن المقصود بأنه سيكون برنامج على الأدوية المقصود حول الأدوية لا يمكنك أن تفلتيناه لا يمكنك إفلاتها طبعا نتكلم عن إن إميسيون هذه كلمة مؤناتة نتكلم عن إن إميسيون نتكلم عن بت لذلك نعوضها هنا بلا كما لو نقول تنا ببالغاتي أنت لا يمكنك إفلاتها ولكن المقصود أنت لا يمكنك إفلاته يعني إفلات هذا البرنامج إليا إميسيون سور المدكامون تنا ببالغاتي ماذا ستقول جدا؟ سأبا أجوردو كليا دي شيفر ادالاتر أليس اليوم الذي فيه دي شيفر يعني أرقام ادالاتر وحروف أليس اليوم هو اليوم الذي فيه برنامج دي شيفر ادالاتر يعني برنامج أرقام وحروف سأبا المقصود صنبا أليس سأبا أجوردو أليس اليوم كليا دي شيفر ادالاتر حي طเลناك دي شيفر يعني أرقام ادالاتر وحروف سأبا أجوردو كليا دي شيفر ادالاتر إ Bernardذايقون justes مبادبد باوتد أو يدالاتر باوتدائ الداتر justESم باوتدнибcelyوم باوتد أو على الأكس من هذا الذي ذكرتي على الأكس هناك كلاب وقتت المقصود هناك برنامج كلاب وقتت سدوى اتر ان ربورتاج هذا يجب عدنا لفرب دووار هذا يتوجب المقصود بأنه سيكون بمن آخر عندما نقول بأنه سيكون المقصود بأن المنطق يقول بأنه عليه أن يكون هذا البرنامج الذي ذكرنا سدوى اتر ان ربورتاج إذن يتوجب عليه أن يكون ربورتاجا المقصود بأنه سيكون ربورتاج هذا هو المقصود هنا سدوى اتر ان ربورتاج سا فا تبلير عدنا سا فا تبلير هذا المقصود بأنه سا كما ذكرنا قبلا يعني عدنا لفرب آلي ولكن المقصود في الصرف هنا هو لوفيغ بلاغ لوفيغ بلاغ لوفيغ بلاغ يعني أنك ترضي ترضي شخصا إذن كما قلنا فيما سابق بأن لوفي تير بخوش يعني المستقبل القريب الذي سيحصل بعد لحظة بعد دقيقة بعد ناس ساعة إذن نقول نحن في لغة العربية س إذن سيرضيكي هذا سيرضيكي هدثة هي هدفالي عدنانا هي لوفيغ بلاغ إذن نجعل لوفيغ بلاغ قبل الفعل الذي نريد تصريفه في هذا المعنى ما هو المعنى؟ المعنى هو أن نعبر على الفعل بأنه سيحصل بعد لحظة المعنى المقصود بهذا الصرف هو أن نعبر على الفعل بأنه سيحصل بعد لحظة إذن هنا نريد أن نقول بأن هذا الإرضاء سيتم بعد لحظة يعني أنه سيرضي يعني يمكن أنه يرضي شخص آخر ثم نكمل الجملة أما عندما نقول إذن عندنا هنا إذن المقصود بأن هذا البرنامج سيرجيبك إذن أنت تسألين عن هذا البرنامج غير موجود اليوم على العكس هناك برنامج آخر وهو هناك برنامج كلاب وقتات يتوجب أن يكون روبرتاجا المقصود بأنه سيكون على الأرجح هذا سيرضيكي إذن ماذا ستقول جدا تلاليم سيلتو بلي تلاليم سيلتو بلي إذن أنت تشعله المقصود أنت تشعله تلاليم عندنا لذعب آليمي يعني أنك تشعل نارا مثلا آليمي لفه يعني أنك تشعل النار هنا طبعا الحال كما نقوم نحن بالدريجة تشعل التفازة يعني أنك تجعل وتشتغل هنا الجدة تأمر حفيدها تقول له تلاليم أنت تشعله كان من الممكن أن تأمره بشكل مباشر تستعمل الأمر تستعمل لذعب آليمي ألم بغاتيف كان ممكن أن تستعمل لذعب آليمي ألم بغاتيف في الأمر تقول له آليم له آليم له يعني أشعله يجعله يشتغل لكنها فضلت أن تقول له تلاليم أنت تشعله طبعا استعملت نعرف بأن هو الحاضر إذن نقول أنا أشعله أنت تشعله لكنه يستعمل أحيانا بطريقة غير مباشرة في الأمر تقول لشخص أمامك أنت تغلق النافدة المقصود أغلق النافدة المقصود عليك أن تغلق النافدة أو أغلق النافدة هنا تقول جد للحافيد تلاليم سيلتو بلي أنت تشعله من فضلك طبعا أدنانا كما نرى سيلتو بلي هادي دي الفعل اللي تكلمنا عليه قبلا وهو سافاتو بلاء هادي نالوفر بلاء طبعا هادي نالوفر بلاء هو الذي نستعمله عادة نقول سيلتو بلي أو سيلفو بلي يعني من فضلكم طبعا كما نترجمها لكن المعنى الحقيقي أو الترجمة الحقيقية للعبارة سيلفو بلي إن كان هذا يرضيك سيلتو بلي إن كان هو يرضيك المقصود إن كان هذا الطلب يرضيك أنا طلبت منك أن تجعل التلفاز يشتغل أنت تشعله إن كان طالبي هذا يرضيك سيلتو بلي سيلتو بلي طبعا العبارة بشكل عام أصبحت تفهم بمعنى من فضلك إذن جلاليوم سيلتو بلي جلاليوم سيلتو بلي أنت تشعله من فضلك نكتف برد القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة